استشرافاً للمشاريع التنموية الجاري تنفيذها في محافظة الضفار استعرضت عدد من الجهات الحكومية مشاريعها أمام المجلس البلدي بالمحافظة هذه اللقاءات تأتي ثمارها من حيث انتهوا فتكون البداية لعضاء المجلس البلدي ليست من الصفر وإنما من حيث انتهت الجهات فمتابعة ما سبق والوقوف على ما هو قائم وايضاً استشراف الخطط المستقبلية هذا له دور جداً كبير في أن كل عضو في أي ولاية يستطيع أن يقف على التحديات على أيضاً المشاريع الفاعلة أيضاً على التأثرات إذا كانت هناك إشكاليات في مشاريع متأثرة بلدية ظفار قدمت عرضاً مرئياً حول استعداداتها لموسم خريف هذا العام بينها البدء بمشروع نفق إتين وتوسعة وصيانة الطرق الداخلية بالمحافظة بدورها تطرقت المديرية العامة للإسكان والتخطيط العمراني لخططها المقبلة حول مشاريع التطوير العقاري بالمحافظة تشرفنا اليوم بعرض خطط المديرية العامة للإسكان والتخطيط العمراني للإنقاذات التي تمت في خطط 2023 حيث تم توزيع 2023 قطعة أرض سكانية جميعها في أراضي تتوفر بها الخدمات وحيث نسبة التعمير فيها بلغ أكثر من 25% كما تم أيضا طرح أكثر من 45 أرض استثمارية في مختلف ولايات المحافظة تعزيز مناخ الاستثمار في محافظة الضفار كان عنوان عرض قدمته المديرية العامة للتجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتطرقت فيه إلى الاستفادة من الأمكانيات اللوجستية والثروات الطبيعية لجذب المزيد من الاستثمارات كما استعرضت المديرية العامة للثروة الزراعية والسماكية وموارد المياه برامجها المتعلقة بتطوير موانئ الصيد خاصة بولايات شرق محافظة الضفار بالإضافة إلى خطط تطوير منطقة النجدة الزراعية وطرحت المديرية العامة للطرق والنغل البري مخططاتها لتطوير وصيانة وتنفيذ شبكة الطرق بالمحافظة سالم بن محمد زعب نوت صلالة محافظة الضفار